كتير ما ما تعرفش كابتن جابر انت راجل من المدربين المصيرين القلائل جدا اللي واخد رخصة برو لقى على رخص التدريب وراجل اشتغلت في ألمانيا والكالب انا هقول لحضراتك دوت انت اكيد تبقى فاهمه كويس انت كمدرب لو مقنع للعب بتاعك برفع عليك فهو هيديك كتير جدا صحيح 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 بصراحة وتعالي نقولي النهاردة كلام صريح تعالي الاول انا واكيد انت اشتغلت مع فا التأكيد بتحترمه جدا وانا كمان بحترمه جدا من اكثر المدفعين عنه كابتن محمود جابر بس هل فكرة الاقناع دي ما كانش عند اللاعبين بالنسبة للكابتن محمود جابر بالعكس انا كنت شاف في اقماع كبير طب يعني احنا ليه بنقول الموضوع ده دلوقتي يعني هم معانا بقالوا سنتين اللعيب اقتنع بالكابتن محمود في الاول وفي الاخر خلينا نقول بقى البطولة العربية دي حرورها كدتني مفتاح عظيم جدا ان انا اللعيبة دي قدت في البطولة العربية بشكل عظيم جدا طبعا بشغل الجهاز فني ما نهدرش حقه ولكن يشتغل عشان كان عندهم طموح انهم ما يمضوا عود مع انديتهم وكان عندهم حماس هذا واصبح اللاعب بقى محترف تقريبا يعني هنا اصبح الشغل معه مختلف فالشغل ده محتاج اقناع كبير جدا من المدرب للعب والعكس واضح انه ده ما كانش موجود بص يا كريم انا هازا اقول لها خيارك اتفضل انا انا شايف ان الجهاز الفني كويس انا من وجهت نظر ان دول زمايلي زمايلي انما انت كلاعب انت مقتنع باللعب او بالمدرب بتاعك او مش مقتنع انا مش هقدر اخش جواك ممكن تقولي اه كابتن انا انا بحتربك وبحبك وهم من وراء حاجة تانية انا معيش دعوب اللي برا الحالة اللي كانت موجودة في ارض الملعب كابتن انا برا حاول اتكلم بصوت الجماهير انا مقتنع جدا بالكلام انا لما كلاعب انا شايفه في ارض الملعب لا مهتم ولا عنده جدية ولا متصور ان كابتن محمود اللي كان وقف على الخطه طول الوقت دوت كان مقنع حتى فيزيائيه او كلامه للعبين واللعيبة ما بتنفس تعليمات وفيه اخطاء سازجة جدا هنا اوصل او افسر ان اللعيبة ديت مش مقتنع يعني انجاز الفني ده بيقول حاجات ومش تقول حاجات واللعيبة ما ممكن صح كلام حدك مزبوط جدا بس انا مقدرش اجزم بحاجة زي كده انا مقدرش اجزم ان الموضوع ده فعلا طالع نابع من اللعيبة يعني اللي انا شايفه الراجل بتكلم معهم بيحترموه وبيحترموا الجهاز كله ما فيش اي مشكلة ده اللي انا شايفه انما تنزل بقى ارض الملعب هي دي المشكلة يعني هي دي المشكلتك لانك بتبعب بعيد عن الجهاز الفني يعني في غلب في اغلبية المباريات يا كريم كنت بتكلم مع الجهاز الفني اللعيبة اللي ما بتلعب في الوسط الملعب بتاعنا وريب لينا ونقولهم على حاجة بيعملوها كويس جدا لما بيروحوا للنص التاني بعيد عننا كل واحد في موال تاني خالص وبيعمل اللي هو عايز يعمله وده مفروض ما يحصلش يعني مفروض ما يحصلش وعلى طول كنت اقول لجماعة زمالي للجهاز الفني يا جماعة خلي بالكم لان اللعيبة دي ما بتروح الناحية التانية بعيد عننا كل واحد بيعمل العلمة زيكم صحيح يعني دي برضو ده بعمل اللعيب مش من الجهاز انت كلعيب انت فين انت فين هويتك انت فين مكانك انت فين شخصيتك دي مهمة جدا انت ما تعمليش شخصية لعشان المداري بيكلمك ده ما ينفعش انت من نفسك ومن ضميرك او من لعبتك او انت عاوز تبقى فين